إلى جميع طلاب الفيزياء الحادي عشر احكي لكل طلاب صفكم تعال وشوف متعة عالم الفيزياء في الدرس الأول من الوحدة الثانية بدنا نشوف كيف رح يصير عملية تبادل وانتقال لدرجات الحرارة لما نجيب شاي ساخن وماء بارد يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معلم الفيزياء محمود براش مع بعض نستكمل الطريق يا طلاب الأول ثانوي أو اللي بنسميهم طلاب التوجيه الجديد طمنوني عنكم إن شاء الله أموركم تمام التمام اليوم إن شاء الله بدنا نكمل مادة الفيزياء واليوم رح ندخل في الوحدة الثانية يا أستاذي الوحدة الثانية اللي اسمها وحدة الديناميكا الحرارية زي ما أنتوا شايفين بعد ما أنهينا الدأ الوحدة الأولى بكل تفوق ونجاح وأنا مبسوط من كمية الطلاب الذين حصلوا على العلامة الكاملة في الوحدة الأولى ومع بعض بعد ما خلصنا الوحدة الأولى بكامل تفاصيل وحلينا كل الأسئلة أنا معكم لنبلش بوحدة جديدة ونحل كل إشي فيها ونفهم كل إشي فيها حتى نروح مع بعض إن شاء الله للعلامة الكاملة ونستكمل طريقنا كمان العام القادم معي أنا الأستاذ محمود إبراش فأنا معكم إن شاء الله مش بس في هاي المادة زي ما اتفقنا معكم لنهاية التوجيه بإذن الله تعالى نحكي بسم الله الرحمن الرحيم وننطلق في متعة جديدة من متعة عالم الفيزياء ودرس تبادل الطاقة الحرارية للتذكير طلابي رائعين جداً هذا الكتاب هو نسخة جديدة وأنا بشرع النسخة الجديدة من الكتاب زي ما أنتم عارفين اليوم إن شاء الله بدنا نحكي عن إشي بنسميه تبادل الطاقة الحرارية في البداية يا طلابي في هالدرس رح نتعرف على بعض المصطلحات الازديد القديم علينا زي مصطلح الحرارة يا أستاذي إحنا بنعرف لما أجي أحكي لك والله شو يعني حرارة أول إشي بخطر في بالك أول إشي بخطر في بالك إنه هو إشي مقياس لسخونة أو برودة الأسام فبنحكي اليوم والله الطقس حار بيجيني طالب يحكي لي أستاذ اليوم شوب هو شو اللي يخلي يتحسس اللي هي عنده حاسية زي ما نحكي السخونة والبرودة هذا بنسميه الحرارة فإنت عندك مقياس لسخونة وبرودة الأسام يعني اليوم لما أجيب لك كاسة الشاي اليوم حسطنا بالدهرواك خلوا كاسات الشاي قدامكم لما نمسك كاسة الشاي من هون جلدي رح يتحسس هذي إنها ساخنة فبالتالي هاي هي الحرارة اللي أنتو بتعرفوها بينما لما أجي أجيب كاسة المي الباردة هاي بحكي لا والله أمورها تمام يا جماعة الخير باردة فبالتالي في عندي إش أشياء أجسام ساخنة وأجسام باردة هذه هي الحرارة بوضعها العام الطبيعي حلو جدا وهذا اللي الطالب بيعرفه طول عمره اليوم بدنا نشوف في البداية بعض المصطلحات اللي رح تكون جديدة عليه زي درجة الحرارة الآن طلابي رائعين جدا الحواس اللي يمتلكها الإنسان هي عاجزة يعني مش دايما بنقدر الحاس اللي عندك حاسية اللمس لاحظ تعجز الحواس عن تحديد التفاوت في سقونة الأجسام وبرودتها في دقة يعني أنت جسمك وانت جسمك مش ميزان هو يحكي لك قديش بالضبط درجة حرارة الجسم صح ولا لا يا عيني عليك ويقتصر استخدامها على الوصف النوعي يعني أنا بحكي والله الحرارة هون في الغرفة باردة بس ما بحكي بالضبط قديش درجة الحرارة بالغرفة ولا بحكي بالضبط قديش درجة حرارة كاست الشاي أيوة فالحواس صحية عندها قدرة على الوصف النوعي ولكن تحديدا 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 لا بدي أدوات لقيات درجات الحرارة حلو جدا هنا اجا اختراع المقياس الزئبقي لقياس زرتة الحرارة حتى بالضبط نطلع قديش القيمة يا بي المقمح لا لحطينه في الكتاب يا عيني عليكم اللاحظ طلابي عندي هاي الطنجرة قاعدين بدكم تطبخوا هاي الطنجرة جيتوا عبتوها مي الان هذه المي لاحظوا هذه المي في لها جزيئات جزيئات المي بتتحرك صح ولا لا بتعرفوا ان الجزيئات داخل الماء او اي مائعة بتتحرك لها طاقة حركية باللون الاحمر زي مهورة سملكم لاحظ ان كل جزيئ له طاقة حركية هايها يعني بتتحرك وكمان في لكل جزيئ طاقة وضع اه هذولا بنسميهم الطاقة الداخلية للنظام فاي نظام عنا هنا فيه له طاقة داخلية يعني له طاقة حركية وإله طاقة وضع او طاقة كامنة حلو جدا يا استاذي هذا الشكل في جزيئات الماء بيكون لها طاقة حركية ناتجة من حركتها العشوائية واضح انها بتغلي واحد مولى تحتها النار فالماء يبلشت يعمل غليان فصار فيها طاقة حركية ايوة وايضا يوجد طاقة كامنة بين جزيئات الماء والذرات حلو جدا الان استاذي استاذي طلع علي شو بيحكي لك هنا في الكتاب في شغلة مهمة بيحكي لك اياه بيقول لك لضبط مقياس الحرارة ومعايرته وضعوا العلماء معيارين يعني اجوا العلماء حكوا بدنا احنا نحط يعني مفاهيم ومصطلحات وعندي معيارين بدي امشي عليهم هم درجة انصهار الجليد ودرجة غليان الماء قديش درجة انصهار الجليد يعني قديش الدرجة اللي بيبلش عندها الجليد يتحول من حالته الصلبة للسائلة اللي هي الصفر صح ولا لا استاذي حلو جدا وشو هي درجة غليان الماء اللي بيبلش يغلي عندها الماء اللي هي 100 سيليسيوس خليهم في بالكم بفيدون ان شاء الله لدروس الجاي والمهم اجوا العلماء حطوا مقاييس معينة لقياس درجات الحرارة ايش يقال لي بدي اقياس درجة الحرارة بالسيليسيوس ويش يقال لي بدي اعملها بالفهرانهايت ويش يقال لي بالكيلفين هدولة يعني ما رح نتعمق فيهم ابدا في مادتنا ولا هم موضوعنا بس هدول معلومات عامة هدولة ايش مالهم معلومات عامة الان طلابي بدنا نوصل للي بدنا اياه احنا بهذا الدرس بدنا نعرف شو يعني درجة الحرارة وشو يعني الطاقة الحرارية تعالوا معي على كاست الشاي الدرس اليوم بده رواك نخلي كاست الشاي زي ما قلنا واستاذي هذي درجة الحرارة اسف هذي كاست الشاي لها درجة حرارة معينة يمكن تكون 80 سيليسيوس 70 سيليسيوس مش عارف قديش بالظبط تعريف درجة الحرارة شو بيقوللك هو مقياس لمتوسط الطاقة الحركية للجسيمات المكونة لجسم ما يعني عندي كاست الشاي هاي لانه الها سخون معينة فبكون في طاقة حركية للجزيئات متوسط الطاقة الحركية هاي هو تعريف درجة الحرارة يعني لو اجيب يا استاذي لو اجيب كاستين شاي هاي كاسي الف وهاي كاسي التاني ياسمها با التنتين لهم نفس درجة الحرارة لنفرض أنها تي يعني درجة الحرارة لها 80 سيليسيوس أستاذي بس هذه لا بديش أخلي إليها نفس درجة الحرارة التنتين عبيتهم نفس الإشي الكستين عادة عبيهم نفس الإشي بس هذه درجة حرارتها 90 سيليسيوس من هيكون لها طاقة حركية أعلى اللي درجة حرارتها أعلى ليش؟ لأنكم لما تيجوا تعملوا تسخين لها فرح تصير تزيد الطاقة الحركية للجزيئات أيوة فهون بيصير متوسط الطاقة الحركية للجزيئات أعلى فبنحكي أن درجة الحرارة للكاس التي تمتلك درجة حرارة أعلى أكبر من ألف حلو جدا فعرفنا شو تعريف درجة الحرارة أستاذي هي مقياس لمتوسط الطاقة الحركية للجزيئات طيب أستاذ الطاقة شو بتفرق الطاقة الحركية أو الطاقة الحرارية من اسمها الطاقة هي مجموع الطاقة الحركية لجزيمات الجسم جميحة يعني لو أجي أمسك هدول الذرات اللي جوه الجزيئات 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 وأجمع لكل وحد طاقتها الحركية أجمعهم كل ياتهم بحصل على ما يسمى بتعريف الطاقة الحرارية إذن درجة الحرارة هي مقياس لمتوسط الطاقة الحركية لجزيئات المكونة للجسم بينما الطاقة الحركية هي مجموعة مجموعة الطاقة الحركية لجزيمات الجسم جميعها وهي شربة حتى نشوف الطاقة الحرارية إلها طيب طلعوا لي على كاستين هالشاي اللاحظ يا جماعة الخير أن هدولا كاستين شاي بيقول لي بالكتاب بيقول لي بالكتاب إنه خلينا نحط الكاثب ألاش تنكب علينا في طلاب شايفهم بيطلع علي بيستنوها تنكب علي ما عرفكم مجموعة ما شل جماعة الخير الآن عندي كاستين شاي ألف وبع افرضو لي أنه زي ما بيقول لي أنه انتين لهم نفس درجة الحرارة يعني هاي الكاسة الأولى درجة حرارتها اعتبرو لي يا 50 سيليسيوس وبرضو هاي كمان اعتبرو لي لا درجة حرارتها برضو 50 سيليسيوس سؤال سريع مين درجة حرارته أعلى قد بعض شو مالو قد بعض درجة الحرارة هون 50 و هون 50 قد بعض آه بد شو اللي حيختلف مين الطاقة الحرارية الموضوع اختلف درجة الحرارة نفسها 50-50 بس تعريف الطاقة الحرارية بحكي لي مجموعة الطاقة الحرارية أو الحركية مين له مجموعة أكبر لاحظ أنه كتلة الشاي هون أكبر من كتلة الشاي هون فبنحكي أن الطاقة الحرارية لألف هاي الطاقة الحرارية هون أعلى أعلى من ب مع أنه تنتين إلغم نفس درجة الحرارة بس مفهوم الطاقة الحرارية باعتمد على إيش مجموعة الطاقة الحركية ففي الطاقة بدي أهتم للكمية بس بدرجة الحرارة ما باهتم للكمية لأنه هو متوسط تمام أستاذي تمام جدا 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 وهذا الحكي اللي حكيت لك يا هون عم بحكي لك أنه تنتين اللي هون في درجة الحرارة ولكن الكاسي ألف رح يكون لها طاقة حرارية أعلى من مين من باب وهون أبلش يحكي لنا عن الطاقة الداخلية اللي حكيت لكم يا ولد درس بأنها زي ما فرجتكم الطنجرة اللي بتغلي فيها المي شو هي الطاقة الداخلية هي عبارة عن الطاقة الحركية والطاقة الكاملة مجموعهم بعطيك الطاقة الداخلية للنظام إذن هو مجموع الطاقتين الحركية والكاملة بنسميه الطاقة الداخلية طبعا متى بزداد الطاقة الداخلية إذا زادت حركة الجزئات يعني سخنت عليه النار فبدبلش يغلي فبتزيد الطاقة إيش الداخلية لأنه زادت الطاقة الحركية وحلو جدا أو إنك تزيد الطاقة الكامنة على هيئة روابط أو بزيادة الثنتين مع بعض حتزيد الطاقة الكامنة هذا الإشي اللي مهم منه هنا حلو جدا الآن ننتقل لمفهوم جديد وهو بسموه الحرارة الهيت وهذا رمزه بالفيزياء الحرارة كيو فوينما نشوف كيو من اليوم وطالع معناته قصده عن إيش معناته قصده عن الحرارة أو الطاقة الحرارية كيو هيت الآن أستاذي أستاذي إذا وصلنا جسمين في حالة اتصال حراري عشان هيك أنا اليوم جايب لكم جسمين أيوة إلى جميع طلاب الفيزياء الحادي عشر احكي لكل طلاب صفكم تعال وشوف متعة عالم الفيزياء في الدرس الأول من الوحدة الثانية بدنا نشوف كيف رح يصير عملية تبادل وانتقال لدرجات الحرارة لما نجيب شاي ساخن وماء بارد يلا طبعا طلابي لو نجيب هذا كاسة الشاي الساخن مع كاسة المي الباردة ولو جينا عملنا اتصال بناتهم أو حطيتها جوه هاي البدكية المهم بدنا نوصلهم أول إشي من درجة حرارته أعلى الشاي ولا المي أنا بقول لك هسه والله سعمل الشاي يعني لسته ساخن الشاي أعلى درجة حرارته من المي دائما وأبدا طلابي الحرارة بتنتقل كيف عملية انتقال الحرارة من الجسم الساخن إلى الجسم البارد يعني الشاي بتنتقل الحرارة منه بتروح لوين فبالتالي الشاي رح يخسر طاقة حرارية لأنه كان ساخن وبرد إيش ما له رح يخسر والمي كانت باردة رح تصير ساخنة رح تكسب المي طاقة إيش حرارية انعيدها مرة تانية عملية انتقال الحرارة لما أوصل جسم ساخن مع جسم بارد كيف بتكون من الجسم الساخن للبارد ولا من البارد للساخن دائما أستاذ براش بيقول لك انتقال الحرارة بتم من الجسم الساخن إلى الجسم البارد وبالتالي هذا الشاي رح يفقد جزء من طاقة الحرارية لأنه رح يبرد بينما المي البارد رح تسخن فرح تكسب طاقة حرارية والله العظيم فخامه هذا هو انتقال الحرارة هيك هي آلية انتقال الحرارة من الجسم الساخن لاحظ هيو تنتقل الطاقة من الجسم الأعلى درجة حرارة إلى الجسم الأدنى درجة حرارة وتسمى الطاقة الممتقلة شو بنسميه الحرارة ورمزها فيزيائيا حلو جدا في عندك سؤال بأتحقق ما الطرائق المستخدمة في زيادة الطاقة الداخلية هس قلنا لك الطاقة الداخلية كيف بنزيدها إما بزيادة زيادة ها حط عندك واحد زيادة الطاقة الحركية للجزيئات هاي أول وحدة للجزيئات أو إنك إيش اثنين تزيد تزداد طاقة الوضع أو كلتي هما معا هيك بنزيد إيش بنزيد الطاقة الداخلية لنظام حيلة جدا طيب أستاذ الحرارة بإيش بنقيسها بتعرفوا في شغلة معروفة الناس اللي بتعمل دايت واللي بتأكل اللي بلتزموا شهر بعدها زي حالاتي انسوا الوضع بينسوا الوضع في عندك مقياس للحرارة اللي هو الكالوري أو السعر تعرفوا السعرات الحرارية في ناس بتقدم تمسك علبة الشوكولاتة أو علبة البسكوت وصير تعد حكي فاضي تعدش كل ومشي طيب السعر هو عبارة عن وسيلة لقياس إيش؟ الحرارة بس مش هنستخدمها في مادتنا والله نحكي الحرارة مثلاً عشرين سعر لا لا ما هنستخدمها رح نستخدم الجول يعني فيه طريقة تانية كمان بالجول إذن شوفي عندي وحدات تستخدم للتعبير عن كمية الحرارة إما السعر أو الجول إحنا بالمادة رح نستخدم الجول إذن أستاذي إذن أستاذي كيو عندنا هي رمز جديد للحرارة ورح نقيسها إحنا فعلياً بالجول بدك السعر على عيني وراسي الكالوري أو السعر بصير بدي أكترف إنه كل واحد كالوري بكافي أربعة بوينت مية وستة وثمانين جول يعني الكالوري أكبر من إيش أكبر من الجول حلو جداً الآن عندي إيشي جديد اسمه سبيسيفيك هيت كاباسيتي السعر الحرارية النوعية لا تخاف من اسمها اسمها صح دايماً بالفيزا اسم الكبير عرف إنه سهل خذ قاعدة مني عندي إيشي اسمه السعر الحرارية النوعية الآن أستاذي بدي أسألك سؤال قبل ما حتى هيك أوصل لك المعلومة بطريقة سهلة الآن لو أنت أو أنت مبسوطين بالعطلة صح نفسكم تعطلوا نفسكم تروحوا رحتوا على مزرعة مزرعة معينة فيها بركة إسباحة والدنيا هيك السعر لساتها تنتين الظهر والدنيا شبت فأجا هالشخص نزل على البلاط وهو حافي القدمين لحظ أنه البلاط ساخن يا جماعة الخير فهو تحمس هذا الشخص حكي يلا بما أنه شكل الدنيا شوب والبلاط ساخن خليني أنزل على بركة الإسباحة شكل هدافي بما أنه البلاط ساخن إلا هالشخص راح نطفي بركة هالإسباحة لقاها باردة طب كيف يا أستاذي براش ما هي الشمس وحد الساخطة على البلاط ولا على أرضية المسبح نفس درجة الحرارة ساخطة كيف البلاط ساخن وكيف المي طلعت الباردة هو هذا درسنا اليوم في خاصية لكل مادة بنسميها السعة الحرارية النوعية المي بتطول كثير عبل ما تسخن بتطول كثير عبل ما تكتسب هذه الطاقة بينما البلاط الإسمنتي بسرعة راح يكتسب هذه الحرارة وبسرعة راح يكتسب الطاقة وهنا بصير اختلاف فهمتوا شو يعني السعة الحرارية النوعية يعني هي خاصية لكل مادة بتحدد هاي المادة هاي بتكتسب حرارة بسرعة ولا بتكتسب حرارة ببطء وفي مثال الجميل اللي أعطيتكم هي الأرضية البركة اللي هي البركة الباردة وبرة الأرضية اللي قبل البركة بتعرفوها اللي بتمشوا عليها قبل ما تنطوا على البركة بتكون ساخنة السبب انه السمنت بسرعة بسخن بينما المي بيطول عبل ما يكتسب طاقة حرارية نيجي نعرف السعة الحرارية النوعية يا طلابي السعة الحرارية النوعية يا جماعة الخير اللي هي الاسبيسيفيك هيت كابسيتي بدي أعطيكم تعريفها بالضبط من الكتاب ونلتزم بالكتاب يلا الآن تعريف السعة الحرارية النوعية طبعا الرمز هي C وما تشوفه C small هي السعة الحرارية النوعية طلعا شو تعريفها هي كمية الطاقة اللازمة قدياش بالزمن طاقة حتى أرفع درجة حرارة 1 كيلوغرام من المادة نعيد كمية الطاقة اللازمة لرفع درجة حرارة 1 كيلوغرام من المادة بمقدار 1 كيلفن يعيني عليكم إذن السعة الحرارية النوعية اللي هي أيش أستاذ رمزها C إذن C هي السعة الحرارية لإيش اسمها النوعية تعريفها هي كمية الطاقة اللازمة لرفع درجة حرارة واحد كيلو جرام من المادة درجة كيلفين واحدة يعني يعني عندي الشاي عندي الشاي بدي احكي الساعة الحرارية النوعية للشاي هي كمية الطاقة اللازمة لرفع درجة حرارة واحد كيلو جرام من الشاي درجة حرارة واحد كيلفين هذه هي الساعة الحرارية النوعية رائعة جدا طيب استاذ الساعة الحرارية النوعية شو وحدتها جول لكل كيلو كيلوغرام ضرب كيلفن طلع وحدتها جول لكل كيلوغرام هنا في كيلفن إذن هذه حفظ مرات بيجيبوها الأسئلة الأساذ والمعلمات في المدارس بيجيبوها على شكل ضاع دائرة طيب أستاذ شو درس اليوم فش في قوانين كله حكي بحكي لا والله في قوانين هسرا علمك كيف تحسب الطاقة عرفنا شو هي السعر الحرية النوعية حيلو جدا وفي عندك جدول في الكتاب لو تيجي تشوف هنا قبل ما نشوف القانون طلع لهذا عندك بالكتاب لكل مادة في عندك سعة حرارية نوعية الألمنيوم 900 النحاس 387 وهي وحدته السيل هو السعة الحرارية النوعية جول لكل كيلوغرام في كيلفن الذهب 129 الحديد وهكذا كل مادة لها سعة حرارية نوعية شو معناهم هاي الأرقام أستاذي اللاحظ أنه مثلا النحاس قليل يعني بسرعة رح يسخن السيل هو قليل معناته بسرعة رح يسخن بس تعال شوفوا لي المي في واحدة ترى لازم يعني تكونه يعني الماء الماء مثلا هي 4186 رقم كبير معناه بدأ طاقة كبيرة عشان تقدر ترفع درجة حرارة المي واحد كيلفن يعني عليكم يعني عليكم فكل ما زاد هذا الرقم بصير أصعب تسخينه أصعب يكتسب طاقة حرارية حلو جدا جدا وحتى الماء طلع وهي جليد وهي ثلت بتكون أقل بس هي ماء بتكون إيش أعلى حلو جدا حلو جدا إذن نحفظه لا طبعا الجدول لو عك تحفظه مش حفظ الجدول حلو حلو طيب أستاذي الآن نيجي لقانون اللي هو بدنا نحفظه يلا الآن في عنا قانون هو الحرارة أو كمية الطاقة الحرارية اسمه Q تعال نكتبه على جنب هذا أول قانون نحفظه اليوم Q هو عبارة عن الطاقة الحرارية بضرب الكتلة في السعة الحرارية النوعية اللي يسيه في التغير في درجات الحرارة ونسميها دلتا T يعني T النهائية T final ناقص T الأولى يلا نكتب كل رمز شو معناته عشان ما تزعلوش Q نبدأ بال Q اللي هي الطاقة الحرارية طيب الآن نيجي Q اسمها الطاقة الحرارية وبدي إياها يا جماعة الخير بوحدة إيش بوحدة جول اتفقنا أحسن جول M كتلة الجسم كتلة الجسم وكلنا بنعرف إنه كتلة الجسم شو وحدتها كيلو جرام يعني عليكم C السعة الحرارية النوعية السعة الحرارية النوعية راهبين أنتو ووحدتها جول لكل كيلو جرام في كلفن وT final وT initial لما أطرحهم شو معناهم؟ يعني درجة الحرارة النهائية ناقص درجة الحرارة الأولى للنظام حلو جداً ف T final هي الحرارة النهائية درجة الحرارة النهائية طبعاً بفريقش كانت كيلوين أو سيليسيس طول متنتين نفس الوحدة عادي و T initial يعني الحرارة الأولى اللي كان عليها النظام فهيكي لما نضرب الكتلة ضرب السعة الحرارية النوعية ضرب التغير في درجات الحرارة هيكي بنكون حسبنا إيه؟ كمية الطاقة الحرارية بوحدة جول هذا هو اللي بشرح لنا إياه حلو جداً معناته بتعتمد الطاقة الحرارية طردياً مع الكتلة كل ما زادت كتلة الجسم بيكون الطاقة إلواء عالية و بيعتمد على السعة الحرارية النوعية بشكل رئيسي كل مادة بتختلف عن المادة طيب الآن ننتقل لسؤال أجانا أستاذ سؤال حل ولا ما أجاز سؤال حل طيب بالله في معلومة حطينها الرابط مع التكنولوجيا أو الرابط مع الحياة طلابي شايفين هذول الرابط بالحياة فيه طلاب ما بدرسوهم بس دا قولكم معلومة في التوجيه السن الجاي كلكم معاي هذولا كلهم لازم ندرسهم ليش؟ لأن الحمد لله السن الماضية بنرسة كل هذول لطلابي التوجيهي ثلاث أسئلة بالوزارة أجوا فدير بالك دايما بحكي لطلابي الكتاب كل شي لازم يندرس فيه فالحمد لله طلابي بيجيبوا 200 من 200 بالفيزي لأني بشرح كل شي وإحنا مسيرتنا إن شاء الله رح تستمر لنهاية التوجيهي فدير بالك لما تشوفك ربط مع الحياة لا تفشق عنها والله ممكن يجي فيها سؤال الوزارة هنا بحكي لك إنه الماي بيستخدموها في السيارات هذا اسمه رودياتر أو الرادياتر هذا بيستخدموه حتى اللي تعرفوا السيارة فيها محرك بيكون ساخن كثير فبيستخدموه مي حتى يبرد طب بحكي لي بالفقرة إنه الماء ليش بيعتبروه سائل كويس للتبريد السبب إنه السعة الحرارية النوعية للماء يا جماعة الخير لو تيجي على الماء تلاحظ السعة الحرارية النوعية إله كبيرة فبالتالي طلع خلينا نقرأ الجدول يلا يعد الماء سائلا مثاليا للتبريد بسبب سعة الحرارية النوعية الكبيرة زي ما قلت لكم فهو بيسخن ببطء ليش بيسخن ببطء لأنه سعة كبيرة فبيده كمية طاقة حرارية كبيرة حتى نسخنه وبرضه يبرد ببطء وهذا يمكنه من اختزان الطاقة والحفاظ عليها مددا زمنية طويلة إذن عرفنا ليش بيستخدموا الماء في أنظمة التبريد لأنه يحتاج إلى وقت كبير حتى يسخن وأيضا يحتاج إلى وقت كبير حتى يبرد فبالتالي بيختزن كمية طاقة حرارية إشمالها رائعة جدا حلو جدا 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 هذا اسمه الرادياتر زي ما قلت لكم اللي هو بيبرد على المحرك يا بيي أجأ أخيرا سؤال حل يا أستاذ براش أخيرا راح تعطينا سؤال حل يلا يا جماعة الخير سؤال حل اللي هو مثال واحد عندكم في الكتاب الجديد يلا جهزوا لي أموركم قلمك دفترك قدامك الآن ننغطي على الحل نبدأ من هون حتى نحل من الصفر يلا يا جماعة الخير طبعا بحب أذكر تحت في الوصف رابط جروب الواتساب الله يرضى عليكم الكل يدخل على جروب الواتساب اللي بنزل عليه أوراق العمل شفتوا كيف عملتلكم امتحام مقترح بالوحدة الأولى وجبتوا علامات كاملة أغلبكم أو علامات عالية انضم لجروب الواتساب راح يضل معنا للسنة الجاي للتوجيه الطلاب اللي راح ياخدوا فيزياء وهم كثار كثير فخليكم معنا إن شاء الله حتى نتابع مادة الفيزياء وضعت هنا قطعة رصاص كتلتها 250 جرام هلا أنا بحبش أخليها بالجرام هاي الكتلة 250 كيف نحولها لكيلو بنقسمها على ألف راح تطلع معكم 0.250 كيلو جرام قسمتها على ألف بكون حولتها لكيلو جرام وحكي لي هاي هنا قطعة الرصاص درجة حرارتها الأولى 20 سيليسيوس يعني 20 سيليسيوس حرارتها حطتها على مصدر حراري بدأت تسخنها فزودتها بطاقة مقدارها 2.4 كيلو جول شو الإشي اللي وحدته جول هو كيو صح؟ إذا ما ذكرين القانون حطت لكم تحت كيو إن وحدته جول فإذا هاي كيو بس ديروا بالكم معطيكوا إياها بالكيلو جول بتعرفوا شو يعني كيلو جول؟ يعني حرف الكي بتشيله بتحط 10 أو 3 وهي الجول فحرف الكي قيمته 10 أو 3 حلو جداً إذا علمت أن الساعة الحرارية النوعية يعني السي هاي معطيني السي للرصاص فاحسب ما يلي أول شي بده يعني أحسب التغير في الطاقة الحرارية يعني كيو بقوله أستاذ كيو أستاذ براج قل لي إنها هي عبارة عن M في سي في دلتا تي هذا القانون الوحيد اللي أخدنا حتى الدلتا تي كيف كتبت لك إياها إذا متذكر الدلتا تي كتبت لك إياها هيك مباشرة تي فاينل ناقص تي إينيشير صح؟ أو دلتا تي بتحطه هون السؤال معطيك إياه جاهز لكيو في إزاعة تحسبه على القانون معطيك لكيو هايو معطيك الطاقة الحرارية مقدارها فهون بحكي في إزاعة أحسبه فرع ألف والله ما أعطيني إياه جاهز اثنين بوينت أربعة ضرب عشرة أستلات إيش جول ليش أستلات لإنه كيلو كمان مرة بدشيلها بنحط ما كانها عشرة أستلات أستاذ طيب هم سمينيها دلتا إي طب ما هي الكيو يا جماعة هي نفسها بالفيزي إيش دلتا إي فدير بالك يخربطك فكلمة الطاقة الحرارية أو التغير هي إيش كيو هذا فرع ألف نروح لفرع با يلا فرع با بده درجة الحرارة الرصاص النهائية يعني بده تي فاينل بحكي له ماشي ماشي أنا بعرف إنه كيو هي عبارة عن م في سي في تي فاينل ناقص تي إنيشيال حلو الآن أستاذي كيو قداش معطيني مقدارها هايها اثنين بوينت أربعة بعشرة أستلات تساوي أم الكتلة قداش الكتلة 0.250 سهل جدا في سعر الحرارية النوعية أعطاني إياها برضو هايها 128 والله سهل دلتا تي هي تي فاينل ناقص تي إنيشيال تي فاينل يعني درجة الحرارة النهائية على فكرة بده إياها مجهولة ناقص تي إنيشيال أو تي ون قداش الحرارة الأولى عشرين رهيبين الآن طلع علي أنا بقترع عليك طريقة حتى تسهل حالك أول إيشي اقسم الطرفين على إيش على 0.250 في مية وثمانية وعشرين ليش يا أستاذ حتى أخلص من هدول وهون نفس الإشي هايها 0.250 ضرب اللي هي مية وثمانية وعشرين هيك بكوني خلصت هدول مع هدول اقسموا لي هدول على الآل الحاسبي يلا وديروا بالكم على الأقواس بالله عليكم بالله عليكم بحبش أشوف أخطاء بالامتحان بسبب أقواس بكون الطالب مبدع فنان رهيب بروح بغلط بسبب قوس وياما طلاب شطرين نكسوا علامة بسبب القوس لما قسمتهم طلعوا 75 يساوي شو ضل عندي على الطرف الثاني تي فاينل ناقص عشرين تي فاينل ناقص عشرين هاي بدأ أكمل هون 75 تساوي تي فاينل ناقص عشرين رياضيات يا جماعة أبسط أساسيات الرياضيات بدي تي فاينل لحالة أخليها بحكي موجب عشرين على الطرف هاد وكمان موجب عشرين على الطرف هاد فبتطلع معاكم تي فاينل بيساوي قديس 75 زائد عشرين تطلع معاكم 95 سيليسيوس فإذا درجة الحرارة يا هناء هذا السؤال لا طالب اسمها هناء بعد ما سخنت الرصاص صارت قديش 95 سيليسيوس كفير سهل بعرف ماشي جماعة الخير الموضوع سهل 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 خلونا نشرب هيك شربة مي عبل ما انتو كاتبين او ما اخدين سكرينشوت طلاقي طبعا بتسألوني شو الدسياتنا أستاذ وين الدسيات تبعت التوجيهي اذا انتو بدكم الدسيات التوجيهي من هسا بس اتوقع بدري على الفصل الثاني ان شاء الله بعطيكم دسيات التوجيهي السنة الجاي فمعمليلكم دسيات للتوجيهي واسألوا الجيل اللي قبليكم ايه شي فاخم جدا 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 كل شي بالكتاب موجود بالدسيات اسئلة خارجية الحمد لله رب العالمين طيب الان استاذ في مجال نحل طبعا هاي السؤال طلع معنا الان خلونا نحل كمان مثال خلونا نتسلى ونيجي نحللنا كمان مثال مثال اثنين في بعدي اتوقع تمرين صاح اه برضو بنحل التمرين انا وعدكم احل كل شي بالكتاب وانا عند وعدي طلاب الاول ثانوي هذا انا مش بالنسبة لي طلاب اي طلاب لا طلاب الاول ثانوي بدي اعامله احلله كل شي صح يا استاذ انه بشكل عام مش مهتمين فيكم يعني كثير الاساذ وكذا بس استاذ انا بحب اهتم فيك حتى لو انك اول ثانوي في كثير طلاب مادة الاول ثانوي بيهتموا فيها وانت جاي او انت جاي تحضري لانه انت طالب وانت طالب فخمي بدي احلل لك كل سؤال انت بتستاهل والمادة كاملة طبعا الاول ثانوي انا بعرضها مجانا زي ما انتو عارفين لانه بدي الكل يستفيد من قبل التوجيه طيب الان سخان كهربائي قدرته ابي استاذ قدره هدا وين انا سامع المصطلح بتقول لي استاذي سمعته بالشهر الاول ايام ما كنا نحكي عن الشغل بقول لك صح القدرة على جنب تعال اذكرك شو هي القدرة كانت تساوي الشغل على الزمن ماشي استاذي والقدرة اذا ما اعطيني اياها واحد ونص كيلو وط بتيعرفش يعني واحد ونص كيلو كمان مرة حرف الكي يعني بعشرة او ثلاث وهي الوط فاذا هنا السؤال ما اعطيني اشي بالقدرة حلو بحطها جنب يحتوي عشرين كيلو جرام ماء هاي كتلة الماء درجة حرارته الماء يعني تي ون او تي انيشي الخامسطاش بدنا نسخن هذا الماء لدرجة حرارة تي فاينال قديش خمسة وستين رايب بافتراض تحول الطاقة الكهربية كامل الى طاقة حرارية والسعة الحرارية النوعية للماء هاي السي يا جماعة الخير المي من اليوم وطالع السي لها اربعة تلاف ومتين المي هي سائل فبالله عليكم خليكم حافظينها في اسئلة ما بيعطيكم السيلة الماء فالسيلة الماء قديش اربعة تلاف ومتين جول كل كيلو جرام في كلفن بده اول اشي كمية الطاقة التي اكتسبها الماء ولا اسهل منها كيو يعني طاقة يعني كيو كيو بساوي طاقة او الحرارة او الطاقة الحرية كيو ام في سي في دلتا تي فبصير كيو تساوي ام قديش معطيني الكتل العشرين في سي قديش السعة الحرارية للماء اربعة تلاف ومتين ودلتا تي يعني الحرارة الاخيرة ناقص الحرارة الاولى مع اياهم الحرارة الاخيرة خمس وستين ناقص الحرارة الاولى قديش خمسطعش حلو جدا وبروح بحسبهم على الآن الحاسبة يلا مع بعضينا ونشوف قديش راح يطلعوا هاي عشرين ضرب أربعة تلاف ومتين ضرب قواسكم دي ربالكم مع قواسكم هاي انا غلطت بالقوس راح يطلع معنا يا جماعة الخير يا ابي الرقام رقم هائل طلع معاي أربعة هاي ثفرين كمان تلت سفار جول طيب استاذ طلع معي رقم زنخ زيك كبير عادي اكتبه بالصورة العلمية أربعة بوينت اتنين هاي كأني حركتها واحدة تنتين ثلاثة أربعة خمسة ستة ضرب عشرة قول ستة بتقدر تحط فاصلة بعد أول عدد وتكتبه بالصورة العلمية جول ماشي طبعا التنتين صح يعني اللي فوق صح واللي تحت صح بس نحب الصورة العلمية هذا هو حل فرعيش ألف طيب نروح لفرعباء فرعباء بدو الزمن دلتتي على فكرة كتبتلك على السريع ربط لي هون القدرة بالزمن بحكيله على عيني وراسي مش أنا قلتلك أستاذي إنه خليني هاي أعمل هاي فرعباء بدو حلو هون القدرة القدرة أستاذي هو عبارة عن الشغل على الزمن حلو والقدرة أعطاني هايها واحد ونص ضرب عشرة أستلات شو مالك شو مالك هاي واحد ونص شو ماله هذا بتهبل علينا للوح طيب تهدى بالله عليك تهدى بالله عليك تهدى والله إنك ورد ردت علي إذن القدرة واحد ونص ضرب عشرة أستلات مالتين إياه السؤال الشغل لك تقولي أستاذ شو الشغل الشغل هون بدرسنا هو نفسه إيش كمية الطاقة التي اكتسبها الماء فبتعوض مكان الشغل اللي هي الكيو أربعة بوينت أربعة بوينت اتنين ضرب عشرة أستة على الزمن الزمن مجهول بس بدل الدلتا تي مكان هاي أو اعمل ضرب تبادل اعمل ع واحد رح تصفي معاك أستاذي دلتا تي تساوي تمتل بس هاي مكان هاي تساوي أربعة بوينت اتنين ضرب عشرة أستة على هاي حطها تحت 1 ونص حتى بنص ا parents رح يطلي معاك التغيير في الزمن بيساوي يلا هاي أربعة بوينت اتنين ضرب عشرة أستة تقسيم واحد ونص ضرب عشرة أستلاث رح يطلي معاك 2800 ساكان يعني بدها 20 moms وأ��200 ثانية حتى تسخن المي من 15 سلسيوس إلى 65 سلسيوس والله إنك رهيب جدا الآن طلابي بدنا نروح نحل إيش؟ الآن بدنا نروح نحل تمرين عندك تمرين مش محلول بالكتاب نحن لها نحن لها يلا على التمرين كلكم بتيجوا بدوروا حل التمرينات يلا الآن السؤال بحكيلي قطعة ألمنيوم آه يا جماعة الخير بس ثواني في الامتحان بيعطيك السعة الحرارية النوعية للألمنيوم هذا السؤال مش معطيك السعة الحرارية النوعية للألمنيوم خلينا نرجع للجدول ونجيب السعة الحرارية للألمنيوم لإينا راح تهيمني بالسؤال وينك يا جدول؟ هيك احفظوا لي فالuckle اول إشي بدنا نحطها للألمنيوم هنا أول ما بلش السؤال بمنه الألمنيوم الشيء إلها 900 ووحدتها بنعرف جول لكل كيلو جرام في كل ذلك يلا قطعة ألمنيوم كتلتها 15 جرام بقول له أول شي بدأ حول من جرام لكيلو جرام شو بعمل؟ بقسم على ألف على السريع هاي 15 تقسيم ألف رح تطلع معاي 0.015 كيلو جرام حيلو ودرجة حرارتها هاي T1 أو T initial وضعناها داخل إناء يحتوي مأفاً خفضت آه T final بردت هاي فقدت حرارة بده كمية الطاقة التي فقدتها يعني بده Q باجي بقول له ولا أسهل منها أستاذ براج قل لي Q M في C في دلتا T يلا Q بساوي M قداش الكتلة 0.015 في C C جبناها من الجدول أول إشي بالسوال قداش كانت 900 دلتا T الحرارة الأخيرة ناقص الأولى الحرارة الأخيرة 280 ناقص الحرارة الأولى قداش 450 يلا حسب لي على الألحاسبك كأنه تحمست أنا يلا حسبوه لنا على السريع 0.015 ضرب 900 ضرب 280 جوا قوس ناقص 450 أنا قاعد أفكر بصوت عليه رح تطلع سالب 2295 جول هذا جواب الفرع ألف في إيش في التمرين فهذه روبالكم ماشي أستاذي بالامتحان بيعطيك السعة الحرارية نوعية من يوم لا تخاف لا تخاف أكيد مش حفظ أكيد الآن نروح للسؤال الثاني يلا على السريع وليس ينقلوا الحل على السريع طلابي الفخمين جدا بالله عليكم ما الحصة حلوة صح أنها يعني فيها حرارة وكذا وبتحرق الواحد بس طلعوا بالله عليكم طلعوا الصور الموجودة في الكتاب بتعرفوا هذا الشرار؟ هذا في بعياد الميلاد مرات بيجيبوا هيك بكونوا عاملين كيك بيعطوا الأولاد الصغار بوزعوا أكيد أنتم مع الصغار بوزعوا عليكم بيعطوكم هذا الزيل بفرقع هذا بيطلع زيل الألعاب النهرية المهم هذا بس انسخنوا ترى بتكون دهجة حرارته كبير جدا فالسؤال شو بيقول لي؟ بيقول لي يبين الشكل الخمسة أحد أنواع الألعاب النارية البراقة الصغيرة يعني ما ظلش إش إلا مدحو هذا السؤال بيسموه إيش هاد؟ سباركلر حلو تحمل باليد عرفتوها البوزعوا عليكم سور تعملوا هيك وتسمى ألماسة سباركلر أيوة وتتميز بأنها تشتعل ببطء يعني بتطول شوي وهي شغال عبالما تنحرق مولدة شرارا ولهبا وتكون درجة حرارة الجزء المشتعل منها ألفين سليسيوس يا عفو الله يعني الشرارة الوحدة بتكون حرارتها ألفين سليسيوس يا باي ويؤدي لمسه باليد إلى الإصابة بحروق خطيرة وضح لماذا لا يسبب لا يسبب سقوط شرارة منبعثة من الماسة المحترقة على الجلد إصابات خطيرة يعني بيقول لك السؤال هذا المحترم هاي اللعبة المحترمة الرائعة الشرارة حرارتها ألفين سليسيوس ومع هيك بيقول لك لما تيجي على الجلد ما بتعمل إصابات خطيرة شو هالطناقض هاد فهمني ليش بقول له يا زلمين انت عمين جيدة بدك تضحك أنا باخف فيز عند الأستاذ براش والأستاذ براش بيقول لي إنه قانون الطاقة الحرارية كيو بيساوي M في C في دلتا T يعني لا تفكر إنه القانون بس بيعتمد على درجة الحرارة تكون عالية طيب ولعا شو بيعتمد يا طال بالفهمان بتقول لي أستاذ ما هي الشرارة صغيرة يعني كتلتها شو بتكون كتلتها قليلة كثير بالقرام أنا و بالقرامات قليلة فلما تكون فلما تكون الحرارة عالية بس الكتلة كثير قليلة كثير لما نضرب إش كبير في إش قليل 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 فبطلع الطاقة الحرارية شو ما لها أصلا ضعيف ما بتأثر أيوة إذن لأن كتلة الشرارة شو ما لها كتلة الشرارة لأن كتلة الشرارة قليلة قليلة معدومة يكون أو تكون تكون تمتلك طاقة شو ما لها قليلة للغاية أو قليلة جدا 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 وصلت فإحنا اللي فعليا اللي بيصبب إلنا حرق أو خطورة مش بس درجة حرارتها تكون عالية لأن كتلتها قليل كثير تقترب من الصفر بتكون الطاقة الحرارية لهذه الشرارة شو ما لها ضعيفة للغاية بس يا أستاذي والله حصة فخمة جميلة اعملوا شير لكل طلاب صفكم وكل طالبات صفكم ابعتولوا ما هذه الحصة المهمة الرائعة جدا هذا هو كان الجزء الأول من هذا الدرس الأول طبعا من الوحدة الجديدة طبعا وهو تبادل الطاقة الحرارية طلابي أنا رقمي على الواتساب اللي بدك من خلاله أوراق العمل حكينا هذا الفصل أنا بشرح لكم المادة من الكتاب حتى نتعود على شكل الكتاب والسنة الجاية توجيهي رح يكون دراستنا على دسية المادة بالإضافة للكتاب فاتذكروا أنه تبادل الطاقة الحرية اليوم كان الجزء الأول أنهيناه مع كاس الشاي صوتي خلص دروح أعبي حالي طاقة وجاهز حالي الجزء الثاني ديروا مالكم وحالكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة